اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدولية هو الثاني الاندية في حصد الالقاب الدولية هو صاحب الشعبية الجارفة التي لا تقارن هو صاحب القيمة التسويقية التي لا تقارن النادي الاهلي الذي يشرف الكرة المصرية ويسعد الشعب المصري يلقى كل فطور وترصد وتجاهل ومحاولة للإقلال من أداءه ومن جزاته تصدير المشاكل بالشائعات والتقليل من قوائمه الإساءة إلى العلاقة بين جماهيره وبينه الإساءة بين جماهيره وأجهزة الفنية بشكل دقوب ومستمر النادي الاهلي أستاذ إبراهيم بعدما كل الناس شككت وما فيش صفقاته وما فيش إيه ومش عارف إيه والفرقة والفرقة وخوفوا الناس وخلوها تاخد موقف البعض منهم يعني صدروا قلق وخدوا موقف مسبق من الجهاز الفني يذهب ليلعب مع الاتحاد المنستيري الذي حصل في اللحظات الأخيرة على المركز الثاني وكان ينافس على المركز الأول الذي فاز على التراجي في ملعبه والإفريقي في ملعبه وعلى النجم السحيلي في ملعبه وعلى الصفقس فاز على كل الفرق الكبرى وسمي ملعبه مقبرة الغزان يلعب النادي الأهلي في مباراته الأولى بس يخسار عمليه سيطرة وأبدع وأظهر فكر مدربه وأظهر مع ضربة البداية الأولى الأهلي ملعبش أي مباراة رسمية يا جماعة قبل هذه المباراة ويلعب خارج ملعبه ويفوز في الثانية الأخيرة فوزا مستحقا متأخرا عشان تكون يعني تصدي أو تعامل الإعلام من نوعية الآتي قبل المباراة الأهلي يلاقي الإتحاد المنستيري والزمالك في مباراة ومواجهة صعبة مع بطل فلميو أو الفلمينبو البروندي البروندي يعني مش عايزي قارن حتى بين المنستيري أو بين تونس وبروندي في الكرة يعني شكل عام يعني ماشي زمالك في الموجهة صعبة وهلعب خارج ملعبه في برج العرب آه مش متعود على التقص والمناخ وأرضتي ولا سافر ولا راح ولا جه ولا انتقل ولا وجه جماهير مختلفة ولا حاجة أبدا ماشي من حقك تقول زمالك في الموجهة صعبة هكذا تراها ولكن أن ترفض إعطاء مباراة الأهلي اللي هي أصعب مواجهة في دور 16 بين فريقين هذا التكافأ وهذا التقارب بين الكرة التونسية والكرة المصرية مع تفوق قليل الكرة التونسية بتلعب تاني الدور التونسي الذي حقق كل ما سابق من إنجازات فتشير إليه إشارة فاترة يلاقي الاتحاد المنستري ولكن الذي يدهشك أستاذ إبراهيم أكثر وأنت تحلل والبعض يحلل الأهلي ما قداش يعني يقول الأهلي ما كانش كويس ولكن ولكن تيجي تدي النمر تضحك اتعمل لنا فقرة في الموضوع ده في تفاصيل كتير هل نؤجل التفاصيل لأني يا جماعة والله العظيم سيسيبكم الدهش والله العظيم يا جماعة النادي الأهلي نادي مصري يفخر به كل المصريين وكل العرب وكل الأفارق علشان كده دهجة المهندس عدلي أن الأهلي بات غريبا في بيته ربما كانت في ثنايا هذه الحلقة المهمة وتلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله إعلام الموز وفي الغربال البحث عن الدرع الضال وبعظمة لسانه الأولة في الغرام والشموة الحمراء عن محمد شريف صبري باشا وأسرار الملك القاطرة وأخيرا مجلاتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة سريعا سأقول لكم الفرقة رجعت فجرا من تونس الفريق الدمران اليوم برسيتاو بيقدي أيضا تدريباته وهيدخل الكرة تدريجيا ده في كرة القدم بعد الفوز المهم جدا دي لقطة من مران اليوم على طول الفريق بمجرد ما رجع فجرا يدوب ساعات للراحة ثم بدأ المران استعدادا لمباراة العودة مع التحاد المنستيري اللي هتكون مساء السبت اللي جاي إن شاء الله في استاد الأهلي والسلام الكرة هنتكلم عنها بالتفاصيل لكن في الكرة الطائرة كان فيه أزمة أسيرة وأوراقها حاليا قدام النيابة الخاصة بسرقة عقود اتنين من لعبت النادي الأهلي طبعا والأمر معروض على النيابة ما لناش نحن نتكلم في تفاصيل لكن ما يخص النادي الأهلي إنه الاتنين اللعيبة الكابتن أحمد سعيد ومحمد عادل الاتنين كتبوا على حساباتهم الشخصية وأيضا طلعوا مبارح في القناة مع الكابتن إسلام الشاطر وأبدأ استعدادهم الكامل لتوقيع عقود جديدة مع النادي الأهلي وقال لك اللي رابطنا بالنادي الأهلي دي علاقة ملهاش أي تأثير لورا أو لغيره إذا ثبت إن العقود ضاعت وقد أعلن الاتحاد المصري إنها ضاعت بالفعل والشرطة ألقت القبض على أحد المتهمين والتحاد الطائرة قال في التصريح له إنه هيعمل مؤتمر يعلن عن الموقف أنا بس عجزة السؤال أستاذ وريم أي في إجراءات القيد في أي اتحاد أنا بسلمك العقود أنت بتسلمها بشكل رسمي أي ولا بترمهلهم على البواق على الباب كده وتمشي رسمي طبعا رسمي أه طبعا ورسوم كده وأعتقد إنك بتدفع رسوم طبعا وأعتقد إن هذا قد حدث أي ما هي الرسالة وإلا إذا كان اللي سرق اطلقبط قالوا له عايزين اتنين عقود اللعبات وجاب لهم اتنين عقود لعيبة يعني يعني أنا عايز أقول لك أصلي فيه في مبدأ المستفيد والجاني طبعا يعني يعطيني المستفيد وأعطيك الجاني مش هنتكلم في تفاصيل خلاص الموضوع قيد التحقيق في النيابة وأعتقد أنه حيصفر عن كثير من المعلومات لكن حتى لو تم مش هتكلم دلوقتي خلي الأمر قدام النيابة لما تنتهي من تحقيقاتي طيب إنجازات الأهل الحقيقة في كل الألعاب حاجة رائعة جدا مش بس في الألعاب الجماعية في الألعاب الفردية فيه ألعاب لو حد حقق ما يحققه الأهل أو ربعه كنتوا هتسمعوا صخب إعلامي ودوشة ملهاش مسيل هنا تنس الطاولة شايفين حاج نجاحات ولاد وبنات الأهل في تنس الطاولة عاملة ازاي آخرهم دينا مشرف ابنة الأهل وبطلة مصر وأفريقيا النسخة العربية من مجلة فوربس العالمية المصرية بتختار دينا مشرف كأول لعبة تنس طاولة في الشرق الأوسط تنضم لقائمة أفضل 30 شخصية مؤسرة أو أفضل شخصية مؤسرة تحت سن 30 سنة ده إنجاز كبير جدا لدين مشرف البطلة اللي حققت إنجازات كبيرة جدا الدكتور علاء مشرف بطل بطل مصر والنادي الأهلي أيضا في تنس الطاولة ورئيس الاتحاد السابق وسكرتير للجنة الأولمبية السابق في تصريحات لول سكاي نيوز عربية قال إنه نحن تراقين الخبر عبر مكالمة هاتفية من الصين لأنه دينا بتتواجد حاليا للمشاركة في إحدى البطولات الكبرى وإنه قد سعيد جدا وهي سعيدة جدا بهذا الاختيار الكبير إنه فوربوس العالمية تختارها ضمن أكتر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن التلاتين سنة وقال الدكتور علاء مشرف إنه سر تفوق تنس الطاولة المستوى الفني الكبير جدا لللعبة والتداول بين الأجيال مع الاستعداد الشخصي وهذه الموهبة دينا سليل التعائلة أدمنت تنس الطاولة ولدها هو والدتها أبطال جمهورية سابقين جدتها لعبة تنس الطاولة في النادي الأهلي خالتها لجدتها بطلة مصر وإفريقيا يناس الدرويش أحد الأساطير في هذه اللعبة يعني جز خالتها كابتن متحة أبو الفتوح تكن كابتن النادي الأهلي في تنس الطاولة وسلسل بقى الناس بينهم وبين آل عز جلال عز ومجد عز وإذن هي في مناع جز عمتها أشرف حلمي بطل أفريقيا وابن الزمال بالضبط كده لا يعني هم الحقيقة مناخ وكان أحد خيادات البترول أعتقد ده كان عبقري لأنه هو كان في كونية العلوم وكان صحيح كان عبقري في مجاله دكتور دكترا في دكتور في ساينس وبعدين مسك تنس الطاولة في الناشئين في النادي الأهلي وكمل يعني يعني أنا وبعدين جيت دكتور علاء دكتور وفي استلم بقى وطور وعمل وبعدين بقى رئيس الاتحاد المصري ثم صار في مسيرته الدولية المشرفة فمش غريبة إن العلة دي تفرز مثل هذه النماذج الطيبة و ترس الطاولة قدمت هنا بيقود الأمر أنا ساعة كده عود أفكر هو ليحنا بنجرجر المنافس بتاعنا اللي بيجرجرنا والله إن يحط أهمية اللعبات يعني لو تتكلم من أربع سنين عن كورة اليد ما كانش حد مهتم لحد ما جمهور صدر لنا المغيزة المكايدة في إيه بقى لأنه ما عندهش إنجازات غير في كورة اليد فابتدأ كورة اليد كورة اليد فأصبحت وإحنا لا الله فين كورة اليد بتاعتنا هو عندهم لعيم حطوه في مقام الأسطورة كابتن مصطفى الأحمر يستحق أحمد أحمد ابن مصطفى أبو والده كان لعيم عظيم جدا برضو في الزمالك فأحمد الأحمر يستحق كل التقدير من جمهور زمالك لاستمراريته ومساهماته حتى الآن مع كورة اليد لكن هم استطاعوا يضعوه بينما أنت عندك أساطير العالم معترف بيها زي كابتن أحمد صلاح وكابتن عبدالله عبدالسلام لتجم في الفولي عالميا عالميا تهيني تصن في البنات عالمية وهكذا الفريق نفسه رجال وسيدات الذي يعبث بهم الآن حققوا إنجازات في جنس موسوعة جنس إذن أنت لو إقلب لو أنت لمتفوق في الكرة اليد وآخرون المتفوقين في تنس الطاولة لشاهدت أن تنس الطاولة دي أهم لعبة في مصر طب يا شباب ما تعملوا كده يا مشاجعي الأهلي افتخروا هو أنت حد عنده الإنجازات عندك معجزة طلعالك هنجودة المصنفة الأولى خمستاشر وسبعتاشر وتسعتاشر وتكرم كأعلى موهبة صاعدة على مستوى العالم ودي دينة مطلة أفريقيا وأفضل تصنيف للاعبة في تنس الطاولة في تاريخ القارة وعمر عسل الذي يحقق نجاحات مبهرة غير مسبوقة في مجال تنس الطاولة على مستوى الرجال تصنيف دولي عالمي محترم ومصطفى عسل تاني أفضل للتصنيف العالمي في السكواش ومصطفى عسل في السكواش تصنيفات عالمية أنتو بقى دوركو تعظموا أبطالكو مش نقعد نتكلم في المنطقة اللي هم عايزين نتكلم فيها وإحنا عاملين بالمناسبة على فكرة مش اتضح إن الواحد أكبر بالاتنين خير ما أنت اللي كتبت كده ده نتيجة إيه برضو كتبت إيه والنبي لأمه دي على بطولة كورت بطولة أفريقيا أنت كسبان الإفريقي وكسبان الترجي واخسرت مباراة الزمالك في مشهد غريب جدا برضو كانت لك كرة لو ضدك تتحسب الضرب الجزاء تبقى للقانون لأن فيه تعطيل اللعبة وأنت راح تنفارد فطلع إن الواحد أفضل من الاتنين يا أخي أنت تخسر مباراة وغيرك يخسر مباراة يسبقك في الترتيب ويطلع التالي وأنت تطلع التالي وأنت تطلع التالي ده معناه يا شباب أن الأرقام خديعة الأرقام خديعة والله بتتحكوا على نفسكم لا وإنت كسبت الترجل لكسب المطولة لا وإنت كسبت الفريقين بتوعه تونس وكسبتهم فوزا مستريحا بس عارف ده معناه يا بشونس بعيدا عن إن أنت مش منهار إن أنت على الطريق يقولك امشي وراء تجربة السلم على فكرة أول سنة ما كسبتش على فكرة لكن لو عندك أخطاء هنعليجها مؤكد هنعليجها بالضبط لا كمان بطولة رجالة كورت اليد بيستعدوا لبطولة العالم 17 ل25 في السعودية هيشارك الأهلي كبطر لأفريقيا والتراجي بطر العرب وهيشارك برشلونة الحاصل على بطولة العالم خمس مرات عشرين تقريبا نادي أو 12 نادي حول العالم في البطولة نتمنى لهم التوفيق إذا كان فيه مجال نعمل أبجريد لأي محترفين نلحق اللي أنا عايز أقوله بس الجمهور نادة طالع يقولك الكويت الكويتي يدعم صفوفه بيوسف معرف اللي كان التونسي اللي كان محترف عندنا وما كانش عاجب برضو الناس اللي بتنتاقد الكويت الكويتي راح بطولة العالم برضو في السعودية فيبتدي يقولك ايه شوفوا الدعم ده كان عندك وكنت بتنتاقده ما كانش عاجب يا جماعة انتو حيرتونا يعني عايزين كل حاجة في سياقة الزمالك إذا كان استحق الفوز وبعدين كلها بفرق جنوب سواني الأخير خبرات حتيجي خبرات يا جماعة ده ما يقللش من فوز الزمالك ولا من اجتهاد الزمالك ولا يعني انهيار بالنسبة لك ونبتدي ننكافئ نهاجم لعبتنا ونضيع شوات الصيقة اللي محتاجين نزرعها اللي قوم نإيه نسحابها خلينا شوية دعمين وبرضو ما انت متفوق اللعب القوة في السباحة وفي في تنس الطاولة وفي تنس و عندك بنتك ميار شريف شوف فين عندك نمازج وبعدين ودي السلة ماشي كويس ربنا وحتى اليد الكلام وفي اليد ما انتش يعني بإذن الله فضلك تكة وتركب هنشوف بقى هنشوف الفريق الذي يعبس معه الكرة الطائرة رجال والكرة الطائرة نساء ها هنعمل ايه ونستنى ونشوف لكن هل الاهلي اخذ بالاسباب طبعا اخذ بالاسباب لم يبقى لو فتح ميزانات هي الاكبر الاكبر في الدعم في مستوى الالعاب غير كرة القدم في تاريخ النادي الاهلي محطوطة وجبت المدربين اجانب وجبت لعيب اجانب وجبت دعونا والسلة برضو في البنات دعمنا وعملنا انت بتلاقي المضايقات بتحلاها وبتوجهها ننتظر ونرى بس ثقة كده وفرحوا وتبقوا انتوا جمهور الاهلي حماه جمهور الاهلي حماه بالفعل ده كلام مهم جدا هنستكمله بعد الفاصل رجعنا لكم مرة تانية واعلام ولا اقول لك اتفضل يا سيد مغربي طيب ادام فيها مغربي نشوف ضربة الفداية معه مقالي ومقاله اعلام الموز الغرب السياسي عرف مصطلح جمهورية الموز اعنابنا الرياضي فرض علينا اعلام الموز وهنا عايزين لان الحياة حاجة مستفزة وكويس ان هي حصلة مع اول اطفا مع اول بداية موسم الدوري شيء كويس اوي ان الاقي حد من الزمل الاعلاميين يقول خبر غلط عن لعب في الزمالك امام عشور معرفش غاب ليه فيحصل اللي يحصل تاني حلق الرجل يعتذر بكل الاعتذارات للزمالك وللفريق ولامام عشور عشان اتقال خبر غلط ده اتجاه كويس يعني ما منحبش امدا انه اي لعب في اي فرع يتقال عنه خبر غلط بس عطفا على مقدمة المهندس عدلي في البداية انه النادي الاهلي والله العظيم نادي مصري لانه لعبته يسائلها ويتم التعرض لها انت بتوصل لدرجة التنمر العنيف القميء والتنمر كسدوق غير انساني لا يوصف بقل من كده لانه فجأة اتنين قاعدين على طربيزة بيتكلموا بيقيموا لعيبة فييجي الكلام على لعب النادي الاهلي برونو سافيو عشان يقل منه فيقول ارد والتاني يقول لاصل ما خدش الموز انتوا عارفين انه ملاعب الدول الجدة في تطبيق القانون برا لما لعب عنصريا يسائل حتى لو في البريمير ليج مؤخرا انه يترمي صبع موز فيفهم منه ان انت تقصد اساءة عنصرية يتوقف المشجع ويتغرم الفريق وتقوم الدنيا لانه ده الحفاظ على انسانية اللعيب لعيب النادي الاهلي يتقال عليه ارد لفظا ثم ياخد الموز وما خدش الموز وده استمرار لحالات كتيرة جدا من تعامل اعلامي شديد التجاوز في حق لعيبة الاهلي ومع بداية الموز مع اتفاقي مع اللي انت قلته بس انا وخيدها بزاوية تانية اخطر اللي هي تتصق معه وده اللي خلينا قلت غريب في بيتي الدنيا ما شاء ان الاهلي حقق انتصارا هاما وبجدارة الاستحواز عدى الستين في المية لم يهدد الشناوي درجة ان اللي دحكك يموني تقل ايه الشناوي لم يختبر سبعة قبلهم يختبر سبعة ليه ليه مش عشرة ليه مش اتنين خلاص لم يختبر وبعدين تيجي بعد كل اللعيبة اللي عملت هذا الانجاز ومنهم اللعيب يجيب جن اربعة عشان الجن اللي جابه وكأن الاهلي كان اتعرض لخطور اللعيب البرازيلي اللي كل الناس قالت الفطرة الديقة او القليلة اللي عبت اظهرت لمساته وتحركاته وانه عنصر مباشر بس يخساره ده احنا من ساعة ما جاء بنقول حيتوقف ما توقفش مش عارف لا يملك ويملك ومش عارف في ظلنا في عملية تشكيك في قدرات هذا اللعب وجدوا وجوده في الاهلي وعندين ما يلعب ويلفت النظر ببعض اللمسات ده بالعكس هو لم يزر الوقت اللي لعب ولم يزر سوى لمسات برازيلي واخد بالك يقوم اولا بنية الاقلال منه انه ما قدمش لانه مش عارف برازيلي فالتاني يقول له ما كلش موز وعدين اربعة الله هو كل اللي عبت لالي تلاتات واربعات هو انت واخد الارقم ده لسه عايز اسألك ده انا لسه عايز اسألك عاستي انت فكرتيني واحنا بنتكلم قلتلي الكابتون صارعي كان له رأي في هذا الامر غريب مش غريب وقع جدا صحيح مسألة انك انت تقعد لو انت لو انت عايز تعمل افاهات بالارقام كانت بتحصل في وقت من الاوقات لو انت عايز تكون منصف وقلم قليل من اولئك الذين يضعون الارقام عايز يكون منصف او انك انت لي غرض توصل باستمرار رسالة من خلال الارقام ملاش دعب المباراة ولا الاداء وده من خلال المباراة دي بالذات دي رسالة الاستشعرتها انت رأيك شوف يا جماعة انا اكتر حاجة دايقني ان احنا نأخد الهزل والهزار محمل الجد ومش معل ان في حد بيقول رأي يزعجنا ويديقنا اللي بيتكلم بارقام في تقييم اللعيبة لو هو مدرب المهندس عاد لقشار لحدة كابتن صالح كان مرة دايق جدا الحكاية انه يطلع حد من نقاط الرياضين يدي نمر للعيبة وكان وجهة نظره انه مدرب الفرقة نفسه بتاع الاهلي لو طلب منه يدي درجات للفرقتين مش هيقدر لانه طوال الماتش مركز مع فرقته هو يقدر يقيم فرقته بس منين القدرة ما هيقيم فرقته بس لاحظة واحدة عشان هو عارف قال لها ايه هو طالب منهم ايه فكل واحد هيقيم على طلباته نفس ايه من المطلوب لما تكون انت ما انتش عارف هو تقال ايه فانت مبدئيا ما انتش عارف كل لعب الطلب منه ايه ومحددات المهام بتاعته ايه ونفسها بدرجة كام انما انت بتدي نمر فبتدي نمر للفرقتين يعني حد عنده قدرة عالية على المتابعة لتنين وعشرين لاعب عشان يديهم نمر الموضوع هزل الموضوع فوضى وتهريج ولا يجب ابدا فهمه برا الاطار ده لكن ان الجمهور ينزعج ان حد يقيم حد بالطريقة دي دي كلها اراءة انطباعية حتى وان كان جزء من الفلس بتاعنا ان احنا نقعد نسأل هو من احسن لاعب وتستمع مقارنة بين اتنين بينهم خمسين سنة في الكورة وفي مراكز مختلفة وفي عصور مختلفة وفي بيئات مختلفة كل حاجة تغيرت فيها الا عقلية الاعلام الرياضي بتاعنا واقف عند حتة احسن الفناجيلي ولا سيد عب حفيز مين افضل تبصت لقي مقارنة بين اتنين بينهم خمسين سنة في الكورة تغيرت فيها كل حاجة لكن العقلية مش قادرة تنتج الا ده مش قادرة تفرز الا ده ده جزء من الفلس الحقيقي اللي موجود اما وان الامر خلينا كل ده زار الامر يوصل التجريح والاساءة للعيبة ده كلام لا يجب ان يمر الحقيقة وحماية لعبة الاهلي واجبة 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 المفترض ان يبقى فيه اجراءات قانونية ومفترض ان يبقى فيه تحرك فعلا ضد اي سلوك معيب يمس سمعة اللاعب واخلاقه اذا كان حد من حقه او ان تبتدي فيه يلسخ به ما انت بتبتدي فيه يلسخ به بتجرح به انه عايز تقيم فني قيم واحد هيصدك وناس مش هتصدك هم احرار لكن احنا بنتكلم على انه الامر يوصل لدرجة ان انت تنال من انسانية واحد وشخصيته او من طبيعته ويتقال ومكلش الموز لا لا كده تدننة اوي كده ما اعتقدش ابدا ده مستوى اعلامة باش مونس على الاطلاق يعني انت يعني تعرضت النقطة طبعا من زاوية مهمة جدا لعالم كل المهتم بيها وانا يعني باخدها انها احيانا بتبقى ملاش علاقة بالتقييم الجاد او الموضوع بقدر ما هي رسالة بتصدر حماية للعيبة وحماية الفرقة ده دي مسألة مهمة جدا مع بداية الموسم لان احنا شفنا الموسم اللي فات واللي قابله اكتر حاجة الاعلام المضاد اللي سعى لتخريب الفريق اشتغل عليها هز ثقة جمهور الاهل في لعبة الاهل وهز الثقة بين الجهاز الفن وبين اللعبة وهز الثقة بين المدرب شفوا الرجل المسلمان ده لغاية لما مشي قبل ما يمشي كانوا بيقولوا فيه ايه لما كانت الفرقة ماشية كويس قوي لغاية الزوال الخمستاشر تقريبا كان بيقولوله لا انت بتحقق انجازات ومكاسب عشان عندك احسن سكواد انت عندك لعبة لما اتاخد منهم تمانية للمنتخب ولعبة تكاس العالم للاندية من غيرهم كانت اللعبة واقفة على رجليها وعملت بطولة محترمة جدا نفس اللعبة دول واضيف اليهم الدوليين لما رجعوا منهكين تعبنين خالص بدأ التكسير فيهم لغاية لما حصلت الاصابات مجرد من رجل جيسفالدو في رير امبارح مدرب الزمالك بيغير الجزيري وبيقوله لانمت خلاص طلعت لسانك من التعب فطلعت الاستوديوهات تقول اه معا حق الزمالك مريحش اه الزمالك مريحش السنة دي بس الاهل مريحش بقاله ثلاث سنين محدش التمس للاهلي هذا العزر ولا هذا الحق اللي بيدور للراجل في ريلا ومعاها الحق على فكرة بس اخدوا بالك وانتوا بتلتمس العزر من اول مباراة ملتمستوش العزر ابدا لمدربين الاهلي بقالهم ثلاث سنين في الانهاك المتواصل ده ماشوانس هي رسائل بتمس قناعات ان الناس عايزة توصل شيء محدد لله ولذلك انا كل شوف مش هتقدر تغير من الامر شيء استاذ ابراهيم هتظل الناس اللي عايزة تتوجه ضدك متوجهة هتظل الناس اللي تصخ فيك بتصخ فيك ولكن انا كل اهم بقى بننور اللومة دي بس عشان جماهيرنا تعرف انها تخلي بالها لا تتلقى فزير رسائل السلبية وتتعامل بها وخليكوا يا شبابنا حما 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 ده كلام مهم والاهم منه كلام كثير في الغربال والبحث عن الدرع الضال مبارح انت حضرت قرعة الدوري حفل الربطة قل انطبعتك الاول طبعا انا كلفت عشان اتسلم الجائزة التكريم بتاعت الكابتن خطيب كواحد من هدفي المصابقة عبر تاريخها وحضرت انا اول مرة احضر المراسم ويعني والليس لمالي واحد من المكرمين كابتن عمد متعب طبعا الحفلة كان منظم يليق يعني بالمناسبة اتعاملت القرعة وقدمها المدرب التخب وكابتن محمود جابر اللي هو يعني نشأته ناشئا بالنادي الاهلي ولكن نضجه ومصرته كلها في النادي الاسماعيلي قبلت الكابتن طنب عنا علي بو جريشا كابتن وكابتن كابتن كتير جدا الواحد فرح بيهم الحقيقة وهو بيشوفهم كان يوم عن مستوى التنظيمي والرسمي جيد لكن مسألة بقى الاول ما خلصت القرعة يا سهز ابراهيم اي اولا لازم اذكر ان هذا السهو الغير عادل لواحد من اهم هدافي بطولات الدوري الكابتن احمد جوال على فكرة كلموه اه كلموه بس يبدو ان هو مرادش على التليفون ما كانش بيرد على التليفون تتبعاتك رسالة قالوا ان هم متواصلوا معه فعلا ماشي يعني احنا من هنا بنعوضه اي يعني افتقدنا على المنصة اي مين ينسى احمد جوال صحيح فالهدفين الكبار كان يوم جميل بالنسبة لهم وافتقرت بقى يعني فيه ناس كتير ما خدتش بالك يعني كابتن بشير عبدالصامط هدف الدوري طبعا كابتن محمد ابو جريشة اللي تختخ وبقى حاجة قلت له يا ابو حميد انا مضتك فانت صغير لا الحقيقة فرحت ان انا شفت النازي كلها وحلو انت تكرم وانت عايش أستاذ نبتدي كل واحد ياخده في الصياق اللي عادي ماشية فيه ازاي النادي ده يلعب اول خمس مطشاط الاصعب جبنا الاصعب واللي اسهل منين ما انت الزمالك حلاعب سموحة والقالي حلاعب الاسماعيلي المجدد بالكامل والذي انهى المصابقة بشكل قوي جدا الموسم الماضي طبعا كابتن جمال جودة احد اخسارها جيمي انك ماستندش في الاهلي وكنت حتحق مسيرة نجاحة لكن الحقيقة سطاع ان يثبت وجوه خارج النادي الاهلي من خلال تواجده في النادي المصري كواحد من اهم اللاعبين والمهاجمين كان له طعم هايل صحية نجوم كطار الحقيقة مش عايز انسى حد طبعا ولسه في واحد بيلعب اكتشفت ان حسان بولو بيلعب لسه يشوفه النادي دوري ممتاز عشان نرجع للدوري الممتاز ياه طموح واحمد الشيخ كان بيتكرم برضا احمد الشيخ كان بيكرم هدى في الدوري مع المقاصة وكرم بازي الصفة يعني وكرم كابتن وعبدالله الصاوي بتاع القناة وعبدالله الصاوي يعني تكتشف اسماء واحمد ساري واحمد الكاس اسماء مهمة جدا يعني الحقيقة احمد الكاس ثلاث مواصم متتالية هدى في الدوري حاجة رائعة جدا عايزة اقول نهج جميل لكن يا جماعة حنجيب بقى الدوري الصعب وتعتمكنها ما احنا عاديين والقرعة بتتعمل يعني على فكرة القرعة يا جماعة عشان بس القرعة الرقمية الجدول كان معلن الاول يعني عشان بس حدت لان انا عرفت ان النادي الاسماعيلي اعترض بعد القرعة وانتو بتحطونا مع الاهلي في اول مباراة ورد عليهم كابتن عماد اه كابتن عماد سليمان كابتن محمد ابو جريش حاجة جميلة كابتن عالي طبعا فهو الجدول محطوط لو عندنا صورة للجدول الرقمي اللي تحط على الشاشة قبل ده اللي وضح الشفافية لان انا ما خادش بادي وانت ايه ما كانوا حطوا فاكتشفت انهم حطينه ايه اما بتحط الجدول الاول وهو ارقام وبعدين بتحدد مين كل رقم تسعب القرعة على الارقام هما قالوا للاسماعيلي قالوا له ده اللي صاحب محمود جابر محمود جابر كابتن الاسماعيلي وابن الاسماعيلي فكون ان انت مثلا الجدول الرقمي والجدول ده على فكرة يعني هي نسخ موجودة هي بس صفت انه يمكن تالي سنة على التوالي تالي سنة يعني السنة اللي قبل وفي الكاس هو قبل الزمالك يعني دايما بيعني بيتحط لكن القرعة قرعة هنعمل طالما ان هي تحط الجدول الاول وبعدين سكينة الارقام مع الاسماء يبقى الدنيا ماشي اهي ده ده القرعة الرقمية لا ده الارقام ده الارقام من واحد لطمنتاشر على الشمال هنا اه يبدو ان لو جبناه لا فين فين بقى الجدول 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 اللي تسحب عليك ارقام قبل الاسماء اه هم هم المفترض موجودة عندنا الجدول لسه لسه انا شايفها من بدري قبل الحلقة اتحطت على الشاشة عمين عنده عمين من الوسط اتحطت على الشاشة في القاعة الجدول الرقمي مثلا رقم المباراة لزموع الاول رقم ستة قبل ما تتسكن رقم ستة هيلعب مثلا رقم حداشر المباراة التانية رقم خمستاشر هيلعب رقم اتنين وانت طول ما انت بتسحب مين اللي يطلع رقم اتنين نادي كذا يتحط في الخانة بتاعت رقم اتنين وهكذا يفضل عامل بتحط الاسم لما كان الرقم بتاعه اللي تسحبت عليه القرعة تظهر لك قرعة الجدول الكاملة مدام عملت الاسبوع الاول بالكمبيوتر هيديك بقى هيكرر الاسبوع الاربعة التالية اه طبعا خلاص الرقم بتحول الاسم ايو هنعرضها لكو دلوقتي لما تجهز صار في النظر يعني يعني القرعة تم في مواجهة الناس محدش قال ملاحظات فيعني انا انا تسألت لحد ما شفتها فقلت لا كده مظبوط ايو فين القرعة قبل تسكين الاسماء اه خلاص يبقى دلوقتي الدنيا ماشي كده وزا كان المسألة عايزة تتوضح اكتر لانه في الدوري ما هيش خطيرة او لكن في الكاس لازم تتوضح بشكل قوي جدا ويطلع حد يتكلم على نظام القرعة ويشرحها للناس قبلها ادي الجدول الرقم يا جماعة ده علشان يبقى قضي الامر الذي فيه تستفتيان للنادي الاسماعيل اللي في احتجاجه او استغرابه انه ليه بتحط الجدول ده اللي تسكنت عليه المباريات بناءا على القرعة اللي تسحبت يعني الراجل البرازيلي هو اللي بيسحب ومحمود جابر بيسحب اسم النادي لا هو شوف ادي الجدول فيه ارقام ما فوش اسماء بالظبط العلمين دي الاسماء بالارقام اللي هي اتسحبت بالظبط فبتروح مترجمة الارقام الى اسماء فاي حاجة تسمعوها اصل الاهلي اتعمد يحطوله الاسماعيلي اصل الاسماعيلي اتظلم عشان هيبدأ مع الاهلي اصل الفريق التانت جامل الفريق التانت اتظلم كل ده مالهوش اي اساس وان فلان سكته اصعب من علان لا بتجي منين انت انت مش على فكرة كل الفرق غامضة بالظبط غامضة لان كل الكوتشينة اتفنطت ورجعت اتفرقت اي فانت فيه فرق هتلاقيه مظهر مختلف عن الموسم الماضي تماما طيب الورق اصفرت عن الدوري طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيبدأ 18 اكتوبر وبيأملوا ان شاء الله انه ينتهي في 30 يونيو ان شاء الله في اتفاق انه هيتلعب اسناك أس العالم فترة المنديال في قطر هيتلعب اربع اسابيع من الدوري نتمنى ان هم يتمكنوا من ده لا ده خلاص ده قرار ده مش اتفاق ده هم اعلانوا الربطة هنلعب اربع اسابيع وبنقول من دلوقتي وكاننا مساء غير قبل المناقش اي علشان اربع اسابيع اربع في سبعة في اربع في الاسبوع في كم مباراة سبعة مباراة لا الاسبوع سبعة مباراة اه سبعة مباراة اه سبعة لا لا تمن مباراة تمن مباراة اه تمانية تمن مباراة الاسبوع 9 مباراة هو 34 أسبوع فلنت تلعب 4 مرة واحدة 4 في 9 بكام 36 36 بس هو وانت في النهاية 36 مباراة هتوفرها من عبء الدوري هم خدوا القرار بكده خلال وخدوا قرار تاني اما شوف مدى القدرة على الالتزام بي انك لمسافر برا الفرقة اللي بتشترك في أفريقيا رابع يوم هتلعب لو برا مصر 3 ايام والربع تلعب جوة مصر 3 يوم هتلعب برا مصر والربع يوم هتلعب نتمنى انا شايف ان ده كان ممكن يزيد يوم ويوم لكن اذا كان اذا كان ده يمشي على الجميع لا اذا كان ده تعذر ما هو احنا مش عارفين لو كان تعذر تنفيذه لكن هو لو يزيد يوم كان لان انت ساعات السفر يعني ترع جنوب افريقيا يوم ايه الثلاث ايام دول هتقضيهم في السفر انا ما عنديش مشكلة لو تتكلم تسبيت طبعا اتثبت ماشي لكن انا بتكلم تمهم الاول انا كنت اقدر اتوقع المشاكل خامس يوم كان كواس قوي رابع يوم كان محليا كواس قوي يعني ثلاثة ويوم اربعة ويوم حتى محليا لو عايز تالت يوم لا هو تلت ايام الناس عايزة تمرن الناس عايزة تدي تاكتك الناس عايزة تعمل استشفى مهم الشغل عافية اخوانا مش هنعمل كل المواسم بالطريقة دي فكان يوم يزيد كان احسن شوف اللي انا اتمنى انه لو كان مندوب الانديا اجتمعوا قبل كده وهم بيحطوا الشروط دي واللايحة وتوافقوا عليها خلاص تطبع على الكل زي ما سمعت الحاج عامر حسين بيتكلم على جوزية منو الجوزيبة قال الله ما سيب الخير كان طلبها بقالوا عشرين سنة رشت الملعب قبل المباريات ايوه كان بيقولك ده بيعمل عشان يضايقنا اه والمدربين بتوع الفرقة التانية كانوا بيبردو رخامة يرفضوا يعملوها على اساس النادية بتساعد الاهلي اطلع ان فيتوريا الراجل نفس هو اللي طلب بكده علشان الاصابات ليه علاقة بالاصابات ده ليه علاقة بالاصابة وليه علاقة بالمهارة بقاع الكرة على ارض الملعب المهارة لكن نجينا بتاعتكم ناشفة شوية فمحتاجة تترطب شوية فانتم متخيلين انه بناء على طلب فيتوريا اتحط هذا البند في شروط المسابقة ان كل الاندية ملزمة ان هي ترش الملعب قبل المباراة اللي كمان الاسبوع الاولاني زي ما انتوا عرفتوا بدايتوا الاهلي مع الاسماعيلي المقولين مع غازل المحلة البنك الاهلي مع فاركو الزمالك مع اسموحة المصر مع سيراميكا كيلوباترا الداخلية مع طلاع الجيش واسوان مع الاتحاد السكندري وحلص الحدود مع فيوتشر وامبي مع بيرامدز الاستاذ احمد دياب كان قال انه بالنسبة للحضور الجماهيري فيه ست تلاف مشجع في بداية الدوري وعنده امل ان شاء الله مع مزيد من التعاون النسبة تزيد شوية فحيتم لكل مباراة ست تلاف مشجع يعني تلاتة وتلاتة نتمنى ان الدنيا تزيد شوية الدنيا تزيد وانه تمنى ست تلاف يبقى فيه التزام بيهم ما نلاقيش اندية بتاقد او فيه طريقة لتسريب اعداد اكبر واندية مش عارفة تاخد حصتها المسألة تتحكم خلينا نبتدي موسم شفاف وحلو وجميل والناس كلما تحتاجش عليه طيب الملاحظ كمان بالنسبة للملاعب الملاعب حتى الان وانا بقول لكم حتى الان لان هي دي اللي بدأ بتاعت كل سنة الخاصة بالنادي الاهل والنادي الاسماعيل كل شوية ليه الاهل ما بيروحش يلعب في الاسماعيل الغنوة اللي على فكرة اللي بيرددوها واللي بيصيروا الفتنة فيها هم اللي بيمنعوا ان الاهل يروح يلعب في الاسماعيل هم اللي بيمنعوا لانه نتيجة للفتنة اللي بيصيروها دايما بيقججوا الارض بين الاهل والاسماعيل وللأسف يلاقوا ناس من المتعصبين على الطرف التاني في الإسماعيلية بتصدق الكلام ده فتبدأ الآله راح يلعب مع الإسماعيل في برج العرب في برج العرب يتم الاعتداء على إيوتوبيس الأهلي طب وانت عايز تبقى فيه موافقة أمنية ان الآله يروح الإسماعيلية وانت بتعمل ده في برج العرب انتوا اللي بتبعدوا المسافة انتوا اللي بتخلوا الأمن فعلا بيمارس دوره في حماية الناس كلها يعني كل الأندية قدمت الموافقات الأمنية لمدريات الأمنة تابعة لها على استضافة مبارياتها النادي الإسماعيلي مباراة النادي الأهلي ما قدم لهاش الموافقة الأمنية فبالتالي هتتلعف برج العرب هتتلعف برج العرب فبصوا للأهلي هو المسؤول ولا الربطة هي المسؤولة ده موقف أمني انتوا اللي بتزيدوا هذه الأزمة بالاستمرار النادي المصري كان المفروض هيلعب مباراةه أو طالب يلعب مباراةه في الاستاذ الجديد في قناة السويس في الإسماعيلية ما قدمش الموافقة الأمنية حتى الآن فبالتالي الارجح انه المصري كمان هيلعب في برج العرب حتى الآن زي ما هو كل ده تقرير خاص بالأمن ده تقدير الموقف الأمني محدش مسؤول عنه الدوري بإذن الله تعالى فيها اللايحة فيها بعض المواد المهمة جدا يعني المادة 71 الأندية لا يحق لا لا اعتراض على التوقيتات اللي تحددها لجنة المسابقات للمبارايات حماية للحكام التجمهر اللقطة اللي بتشوفوها بعد الشروط الأولاني أو بعد انتهاء المباراة أي فريق جهازه لعبته هيتجمهره حوالين الحكم في نهاية الشروط الأول أو نهاية الشروط الثاني غرامة 25 ألف جنيه بس مش عارف هي محددة ولا أثناء المباراة نهاية الشروط الأول ونهاية المباراة يعني أثناء المباراة ما بيتجمهره حيث ما هو مش هينزل أثناء المباراة مش مسموح لحد ينزل إن اللعيبة في الملعب ماشي هو الحكام بيشتكوا إنه ينتهي الشروط الأول يلاقوا فيه تجمهر جماعي حوالين منهم فالحكم ما بيباش عارف مين دول إنما اللعيب بالنسبة له معرف بين امرته فقالك عشان يمنع التحرش بالحكام الاعتراض الجماعي في نهاية الشروط الأولاني أو نهاية المباراة الاقتراب من الحكم النادي غرام 25 ألف جنيه ده لحماية الحكام تفتكر ده بس هم قالوا حاجة والنادي بيحصلها من المتسبب آه طبعا وفقا للمادة 65 حضرت الربط الاعتراض على قرار عدم اللعب على استداد بناء على توصية الأمن سواء بسبب عدم صلاحية أرضيها أرضيتها أو لأي سبب آخر بالإضافة إلى الزام الأندية صاحبة الملاعب برش الملعب قبل المباراة زي ما قلت الحالة ترد على كل اللي أنت بتقول الأهل هيلعب طبعا خدوا بالكوا حاجة القاهرة صاحبة النصيب الأوفر عشان برضو فكرة أنه الأهل هيقعد كم مباراة مش هيتلع بره القاهرة وزمالك نفس الحكاية للزمالك ونفس الحكاية للمقولين ليه لأنه أو كل أنديد القاهرة وطلعها الجيش وإمبي وسيراميكا كله بطرة والداخلية والمقاولين وإمبي وفيوتشر والبنك الأهلي وسيراميكا وبيراميت وفيه أربع عندهم من الإسكندرية الاتحاد واسموحة وفاركو وحرص الحدود وفيه ناديين من القناة الإسماعيلي والمصري وفيه غزل المحلة من المحلة وفيه أسوان من الصعيد يعني الأهل هي لعب في ثلاث مدم فقط القاهرة والإسكندرية والمحلة تعرف أكتر نادي صاحبان عليها مين؟ أسوان طبعا بيسافر شوف كام مباراة خارج ملعبه 17 مباراة بيسافر خارج ملعبه طيب وأحيانا يضطر يلعب مباراة تخصه عشان المصاريف في ملعب مريب من المنافس طيب الآلي فقط درع الدوري المسلمين الأخيرين الزمالك خاد الدوري المسلمين الأخيرين الزمالك لم يسبق له أبدا أنه خاد الدوري على التوالي أكتر من مرتين الآلي عنده الرقم القياسي 9 مرات في بداية المسابعة وفاز باللقب سبع مرات أكتر من مرتين أو مرتين بحثا عن هذا الدرع الدال إيه اللي مطلوب من الأهلي توصي بيه شوف فيه مواضيع تخص الأهلي أي فيه مواضيع تخص المنافسين أي وفيه مواضيع تخص إدارة اللعبة تمامي إيه ده صارت الأمور في إدارة اللعبة بالتعبير اللي ما بيحبوش على مسافة واحدة من الجميع وتتوحد القرارات فيه شفافية مطلقة ويتزبط أداء الفار والتحكيم يختلف إلى الأفضل هذا الموسم والمعيارة توحد خلصنا من عنصر حيتبقى إيه ما يخصك ويخص المنافسين أنت لا تمتلك ما يخص المنافس ولكن تمتلك أن تقرأه جيدا وأنك تعمل إيسابك عليه ودي مسئولية إدارية وفنية فنية طبعا في المقام الأول نمرة اتنين مسئوليتك أن لا تقع في أخطاء سازجة وتفرد في مباريات سهلة كما حدث المسلمين الماضين لأن أنت بكل التحامل الذي حدث لك لو كنت تكسب بدون أخطائك الشخصية بعضه كنت أخذت الدور أيه ولو كنت تكسبت بدون أخطائك الشخصية ما كان يجرؤ أحد أن يظلمك لأنه كان حيرم هو الفوطة لكن أنت بالأخطاء اللي بنعمله بندي فرصة للناس تضغط عليك وأنا أقول الناس مش المنافس لأن ده حق المنافس وأنا أقول الناس التي ينبغي أن تكون محايدة ولا تكون محايدة جزء منها إعلام لازم نتعامل معها بواقعية ولازم جمهورنا يستفيد من تجربة الماضية ولا يكون عنصر ضغط سالب على لعبته مهما كان اللعب دي موجود عايزة المؤذرة عايزة المسد اللعب الوحيد الوحيد الذي يجب أن تنقلب عليه اللي سلوكه برا الملعب يؤثر على أداءه في الملعب أيها ده اللي تقدر تدائع منه عايز تهاجمه وعايز تعمل هو اللي جابه لنفسه بتسبقه متأكد مش ظلمه مش ظلم مش واحد يروالج شاعة تروح طائع في الخل أما لعب يجري وبيجتهد ومش موفق إيه 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 ده مفيش حد ضامن يوفق ونبتدي بقى نسمع يقعدي جنب سور النادي والمصطلحات الخيبة اللي زرعت في دماغ ناس كتير من خلال إعلاميين يقصدوا هذا الأمر تحديدا قد يكون بعضهم كده يعني بيقول أنا والله بحب الأهل أحب الأهل صح أخذ بالك لأن كتر الانتقاد بتهمد وبتفقد الثقة وبتفقد الرغبة يعني يعني ما حدش هو بتفرج والأهل أداءه مش حلوبين بسط لكن مش معنى كده أن أنا وأنا متداي لازم كل إفهي عايز أقوله وأنا متداي أحدفه على السوشال ميديا يقول الناس تتفاعل معه أنا ساعات أنت عارف أنا وأنت في منتاج شجاعة ما بنشوفش المتشاط لايف تشوفه بعدين فكل شواخ تلس النظر يجي لك تئاب من حجم التعليقات أشوفه المتش قال ليه لا مش كده بالضبط يعني وتكتشف أنك أنت المستحوذ عملت ضيع فرص وفي الآخر تكسب والناس مش راضية وأنت مش سعيد طب ليه وجرأت الناس عليك وجرأت الاستوديهات عليك كمان الإعلام يخرج نفسه من المعادلة أيوة يعني أنت مش إعلامي دورك تلمى حد أو تهبط حد أو تكسر في حد أو تقول إفهات على حد لا دورك بقى قدم الخدمة العلمية وظف خبراتك المحترمة كلاعب سابق محترم كمحلل دارس وفاق يعني ركزها في أنك تقول كلام موضوعي وعلمي مش انطباعات لأن الانطباعات كلها موجودة على السوشال ميديا ما أنا أنا اشتغلت انطباعات وأنا المفروض أن أنا أقدم التحليل العلمي يبقى زي زي الناس اللي قاعدة في بيوتها بتقول انطباعات الزبط عايزين عايزين نبتدي موسم حل نشعر فيه كلنا بالأمان من التربص كل الناس حاسة كل واحد عام حيشيل شلته الذي يستحقه مش شيله تتفرض عليه بس هنطلع للفاصل وبعد الفاصل نشوف بقى مين هيتمسك من عظمة لسانه أهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الأهلي لو فعلا الناس كلها عملت أدوارها المطلوب منها في بداية موسم مهم موسم شفنا قرأة الدوري بتاعته يوم 18 هتبدأ مع الإسماعيلي لكن أيضا في المحفل الأفريقي فيه كلام كثير ب بعدمت لسانه الأولى في الغرام وما ظنش فيه غرام أكتر ما هو تولت بين الأهلي والأميرة أميرة البطولات القرية دوري أبطال أفريقيا بطولة تولت بينها وبين الأهلي غرام حقيقي الأهلي دعف أقرب منافسيه في حيازة هذا اللقب المرموق إذا كانت بطولة الدوري المصري بطولة الأهلي المفضلة فدوري أبطال أفريقيا بطولة الأهلي المحببة لأنه حتى الصحف التونسية لما أشرت للأهلي وهزيمة وفوزه أو هزيمة الاتحاد المنستيري منه قالك مالك أفريقيا عشر مرات فانت بتتكلم فيه يعني عايزين يقوله للاتحاد المنستيري هارد لك قالك انت خسرت من مالك أفريقيا عشر مرات يعني اللحاز هذا اللقب عشر مرات فالأولة كانت في الغرام هذا الغرام بين الأهلي والأميرة استهلوا الأهلي بجولة تونسية مبارح فاز فيها على الاتحاد المنستيري في مدينة المنستير بهدف قاتل برأسية محمد عبد منعب في السوان الأخيرة لبلس تسعين أبو شمانز مباراة كان ننتظرها الجميع بشغف واللي عايزين يفرحوا بالأهلي زي حالاتي وحالاتك وجمير الأهلي العظيمة واللي عايزين يشماته في الأهلي وهم معروفين المباراة دي كانت تهم كل الناس وتوقعوا أن المباراة حتكون شديدة الصعوبة وحيقيم عليها كل شيء وانا قلت لك قلت لك فيه مباراتين يخصوا النادي الأهلي يهموا جماهير مصر دور الستاشر أمام الاتحاد المنستيري على فكرة لسه مخلصي الوضع خطر برضو ما انت لسه فيه مباراة على الأرض والسوبر المصري 28 أكتوبر فابوظوبي المطشين دول قلت لك يا رب كده تكون نقطة بداية عشان تلعب موسم وأنت شايف نفسك وقدر التفاؤل والثقة يرجع لللعاب المباراة دي بداية كنا نتمنى حقيقة يعني طيب أولا عجبني جدا مش عجبني كنت مرتاح لفكرة الغموض اللي فيه الجهاز الفني انه قافل على الفرقة قوي لدرجة انه قلت لك الروح انه دي قافل بالمعنى ان الستاير حوالين الملعب حتى أعضاء الآن ما بتفرجوش على التمرين القافل قافل في التصريحات قافل في المعلومات طريقة التدريب الإعداد يا لقوبك بتعرف مين اللي راجع من الإصابة ومين اللي بيتعالج في الجيم والأخبار التقليدية المطشات الودي محدش شاف الأهل فيها لما راح لعب الموقف كان غامض ليه الجميع اللي عايز يفرح وعايز يتطمن واللي عايز يشمد فكان غامض لكن سياق المباراة نتيجة المباراة ما أصفرت عنه كانت فيها الإجابات والموعد السعيد للنادي الأهلي الناس المنصفين طبعا ما قدرش يقوله أنت بتفوز خارج ملعبك على فريق قوي جدا مصنف بالشكل ده ثاني وثالث ورابع ما اخسرش من أي فرقة وكسب الفرقة الكبيرة كلها بتاعة تونس في هذا الملعب فدي هزيمة يتعرض لها من النادي الأهلي وهو يعني تصريحات مدربة اللي كنت شايفها للتنيم قال لك مين بيتمنى قابل الأهلي لأن الأهلي مهم إذا كان برضو الأهلي ما هو كان غامض ما هو صورته الصورة الزهنية لأن النادي الأهلي في نهاية الموسم الضورة التانية الماضية ما كانتش أحسن حاجة لعبته رجع من نقاهه ومن إصاباته ومن راحات فكلنا كلنا المباراة دي قدمت الأهلي بشكل يقدر يقول إيه يعني هه يلا بينا نبتدي بداية بين الليها تكون جيدة جهاز فني عائل ما بيرغيش كتير اللعيبة تحسن هي نفسها حاسة بالمسؤولية حتى أستاذ إبراهيم اللي كانوا حاضرين التعليقات تعليقات ده مراني النهاردة على طول يعني الفرقة وصلت مرانت على طول هاي هاي ده شغلة احترافي عالي صراحة الرجل قال لهم يبقى بعد المباراة قعد معهم قال لهم لا انسوا بقى الموضوع الماضي ده وعلى فكرة أنا ما عنديش لعيب أساسي ولعيب احتياطي وعلى فكرة ما فيش حاجة اسمها أنا لعبت كويس الماضي ده وإن مليتش نفس الماضي جاء كل مباراة ليها اسلوبها ولها ناسها ولها جهزيتها كلكم تكونوا جاهزين ومستعدين لحد يعتبر نفسه هاجز ولحد يعتبر نفسه بعيد وهي دي الفرق الكبيرة اللي تبقى تسل عملية التداول فيها من غير ما ترهق اللعيبة ومن غير ما ودي على فكرة لما تلاحظ أستاذ إبراهيم برضو وجهت نظره عدد اللعيبة اللي عايز يمرنها طلع العيبة مهمة كتيرة للأعارة كانت ناس من جمهور لا يعيز هتستنى في الأهل فهو قال ليه ليه قاعد لعيب مميز أنا عايزه في المستقبل القريب ما ياخدش العدد الكافي اللي يستفيد فانيا خلينا تابعه وحتى جرعات التدريب مش هتوصلوا بالقدر الكافي لو العدد زاد ده اللي فكر فيه زياد طارق تحديدا هو لسه زياد ما طلعش لكن صلاح محسن طالع عرب نية البيع على نفس طريق كابتن أحمد ياسر وأولوية أولى في طلب الرجوع للنادي الآلي راح سيراميكا كولوباترا وطبعا قبل كده من بدري في بداية الأسبوع كان طالع العربي بدري لطلع الجيش يعني وأحمد ريان والناس متابعة زياد لسه موقفه لحد اللحظات الأخيرة هيحسن وزياد هيتسجل تحت السن يعني حتى لو عدل ما هو عشان كده ما فيش هرولة في اتخاذ خرار بشأن ناس كتير تقولك عدد الصفقات ما خلاص بقى احنا نلعب بالموجود وقولنا أن فيه أخبار أن فيه دراسات جدة جدا للتدعيم في يناير إذا كان الأمر يحتاج بنوعية معينة في اتجاه معين مش هنجيب غير نوعية اللي ترشأ وتضيف في يناير ما عندكش اللي يناير بقى خلاص إلا الناس اللي تحت السن ممكن يعني مكاسب المباراة دي يا جماعة يعني فك الغموض بتاع مرسيل كولر إن الناس اتطمنت أو يعني عشان ما تبقاش فيه أحكام نهائية المقدمات إيجابية بداية الكلام مطمئن يضاف إليه آه يضاف إليه بس على مستوى الأفراد الناس اتطمنت على عودة أكرم توفيق وشافيته حتى في حالة بدنية ما شاء الله عليه ربنا يعفظه وشاد حسين ياخد فرصة ويلعب مهاجم أساسي برونو سافيو البرازيلي يبدأ وهكذا في بقية العناصر حتى الناس اللي كانت مصابة بقالها فترة زي عمرو السلية أو زي طهر محمد طهر راجعينه بشكل بدني كويس وديكو شفتوا جانب من تمرينة النهاردة الشغل البدني عند الراجل أساسي يا باشواندس أساسي بس أنت يعني نفسي تسمع كلام فني مني شوية أقول منوش لازمة خالص أقول كانت كابتر حسن يقول لك أنت تتكلم في الكرة بعد إذن كابتر اللي أنا عايز أقوله الحاجات اللي أنا شفتها وكانت تمثلي طلبات يعني شخصية كان نفسي أشوفها الفرقة بتلعب كومباكت ما فيش تباعد بين الخطور لعبت بثلاث مدافعين يعني باثنين قلب دفاع ويمين وشمال شكل تقليدي وكانك تؤدي أمام في ملعبك فما فيش فزع دفاعي لكن اللعب الكمباكت ده أدى إلى إيه حصانة دفاعية طبعا لأنك لما تفقد الكرة يسهل استردادها كمان الحتة دي مهمة جدا فكرة الضغط الجماعي وإن اللي يفقد الكرة نرجع بقى لإيه زمان ما كنت بقول لك مجلس إيه اللي يفقد الكرة يجري وراء لحد ما يجب هو شفناها في كثير من الأوقات كل دي مؤشرات كنت تتمنى تراها في فريق بحجم النادي الآن كمان التغييرات تغييرات طموحة بتغير بتدعم الهجوم ايه ها جريئة اه والراجل حتى جرؤته واضحة مش لا هي جرأة وفلسفة أداء برضو اه انت بتدعم شف إن فرقته طب ليه لا ايه منهم سيطر هو الدنيا ماشية اللعيبة الجديدة قدمت أمارات في الوقت المتاح البسيط يعني تبص تلاقي جدي تصرف مرتين ورقص كده ورح معاد دي ورح مرجع لورا اللعيب البرازيل اللمسات توضح مهاراته وتحركاته في كل مكان بيلعب لمسة ولعبة اللمسة ولعبة دي يا جماعة ما هو اللي عايزة ان واحد يمسك ورقص ورقصة هي دي المهارة لا المهارة انك تلعب بفكر يسبق أداءك ويكون فكر مناسب للموقف فكمان لما تكون بتكسب بيه أرض هي دي سرعة الأداء بقى مش سرعة العدو انت أداءك يبقى سريع مش بالعدو بس العدو مهم في الهجمات المرتدة في الارتداد للدفاع لكن سرعة الأداء سيد إبراهيم في انك توصل لليه انت عايزه بأقل عدد من اللمسات لو وصلنا للي هنرجع لأهل المرعب انك باستمرار أقل عدد من اللمسات ينقلك من الدفاع للهجوم ويرجعك للارتداد الدفاعي عشان بسرعة تسترد الكرة ده ملاحظات كده خيبة مني لا ده كلام مهم كمان عودة أو العدالة في الاختيار يعني الطبيعي جدا السردباكين الشغالين أيمن أشرف راجع من المنتخب ويسر إبراهيم مدافع كبير ويضاف إليهم عبد المنعم ومحمود متولي فلاقينا محمود متولي أساسي بيتمرى الكواس أول فترة اللي فاتت ده تأكيد للانطباع اللي الرجل بيرسخه في الفرقة اللي المهندس عبد الأشار أعلق إليه ما فيش حد أساسه وحد احتياطه فيه احتياجات مباراة واسلوب لعب واحتياجات فريق فرؤية المدرب وفقا لده على أساسها يختار التشكيل فلازم أن الكل يكون جاهز لكن كمان مخرجنا جاهز بفاصل هنطلع له بس قبل ما يطلع فاصل وإحنا كجمهور نكون متقبلين لهذا النوع من التشكيل وإن هذا هو حق الكوتش أيوة مش عايزين نحطوله بصمورات تشكيل وإذا ما جاش تشكيل اللي في بالي يبقى الراجل ده ما بيفهمش أو أخد منه موقف بلاش فكرة الانتصار لوجهة النظر لأنه في النهاية هو الأدرى اللعبة قدامه كل يوم في التمرين هو عارف كل واحد وصل لكام ميزانه قد إيه احتياجاته قياساته أرقامه تنفيذه للمهام المطلوبة تنتزام كلنا بنتفرج وكلنا بنتابع ومحدش فينا عنده خلفية أو عنده علم أنه الراجل عايز إيه من اللعب ده بالظبط هي دي أهم نقطة يعني أنت بتقيم وأنا بتقيم انطباعي هو بيقيم على تنفيذ المهام اللي هو شخصيا طالبها كده لما بتقولي الأرقام الوحيد اللي يقدر يدي أرقام اللي إده المهم اللي إده التكليف اللي قال له اعمل كذا فعمل ولا ما عملش ممكن يطلع لعيب قدام الناس ما عملش حاجة هو عمل كل حاجة طلبة منه المدرب صحيح ده كلام مهم جدا هنطلع لفصل وبعد الفصل هنشوف بعد هذا الفوز المهم في المنستير يترى الإعلام شاف اللي حصل إزاي بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد طيب نتائج هذا أو هذه الجولة بقى في الزهاب لأنه فيها أندية كبيرة وخدوا بالكوا دور المجموعات هيبقى قوة جدا المتأهلين من هذا الدور الـ 32 لدور المجموعات اللي هو دور الـ 16 الـ 16 نادي اللي حيتأهله حيتقسموا الأربع مجموعات كل مجموعة فيها أربع فرق نتائج جولة الزهاب هتديكم مؤشر الآله فاز في المنستير على التحاد المنستيري 1-0 الزمالك فاز على فلاميو البروندي في ملعب المفروض فلاميو بروندي لكن كانوا بيستضوفوا هنا في برج العرب 1-0 المفرقة أن الفرقتين يسجل المدافع من كرة سبتة بنفس الطريقة بلاتيو اليونايتد النيجيري كسب في ملعبه كسب التراج 2-1 المريخ السوداني فاز في ملعبه على أهل ترابلس 2-0 يانج أفريكانز التنزاني تعادل مع الهلال السوداني 1-1 اسكو ديكار بطل توجو تعادل في ملعبه أو خسر في ملعبه من شبيب القبائل الـ 2-1 نجليك النيجر فاز أو خسر في ملعبه من الرجاء المغربي 2-0 كبتاون الجنوب الأفريقي خسر في ملعبه من بيترو أتليتكو الأنجولي 3-0 دي النتيجة غريبة فرقة فلافيو وجلبرتو جاية بقوة فلافيو أعتقد مدرب عندهم فيبرس الأغاندي اتعادل مع مازينب الكنغولي 0-0 ريال ليوبارد سواتيني اتعادل مع القطن الكاميروني 1-1 سانداونز عمل أكبر فوز لأنه كسب لباس بطل سيشل في سيشل واللي 2 يعني ممكن يكونوا استضافوا برضو في ملعبه 7-0 فتقريبا الفريق الوحيد اللي شبه تآهل أو تآهل سانداونز فاز بره ملعبه 7-0 أول غسطس الأنجولي خسر من سيمبا التنزاني 3-1 من ملعبه ودي غريبة برضو ده معناه أن سيمبا فرقة جاي بقوة السنادة في ريفرز يونايتد النيجيري فاز في ملعبه على الوداد حمل اللقب 2-1 أسك الإفواري خسر في ملعبه من حوريا كونكر الغيني 1-0 ده جريبة المالي فاز على شباب بلوزداد في مالي 2-1 رايل كاديوجو مع فيتا كلاب اتأجلت ليوم 16 أكتوبر مماريات العودة طبعا مماريات العودة طبعا الفريقين النجيريين على ملعبهم كسبوا مين؟ بلاتيو كسب التراجي وريفرز كسب الوداد ده معناها أن الأندية النجيرية راجعة بقوة ووضح أن الأندية جديدة الاتنين ريفرز يونايتد والتاني وإن كان النتاج مش وحشة بالنسبة لا للتراجي ولا بدأ لأنه 2-1 يعني 1-0 في ملعبهم طب على الرأي صديقك محمود شعبان خد التقيلة حالات التقيل فريق نجيري جديد يونايتد برضو استضاف مين؟ في الكونفدرالية استضاف نهضة بركان المغربي حامل اللقب فاز عليه 3 فريق نجيري لا النيجيريا بقى مش بتغذر فدول 3 أندية باسم يونايتد كل واحد ماسك يونايتد فواضح أن دي شركات جديدة حطت رجلها في الكرة النيجيرية الاستثمار في النسور بعد نجيريا وغانا والكاميرون دول أصحاب الطول والقوة البدنية طيب بعد هذه النتائج بعد فوز الأهلي وإن كنا بنؤكد ونعيد ونزيد اللي حصل ده الشروط الأول ده اللي أكد عليه مستر مارسيل كولر للعيبة بعد المباراة وقبل التمرينة ما فيش حاجة حصلت الشروط الأولاني خلص 1-0 الشروط الثاني يوم السبت كل التركيز كل التأدير كل الاهتمام بالمباراة لأنه فعلا صعبة الصحف خرجت بعد فوز الأهلي جارت الأخبار قال الأهلي يقطف المنستيري بهدف الثواني الأخيرة الأخمر يسيطر ويدغط ويقدم كرة جديدة وبطل تونس بدون أنياب هجومية الأهرام الأهلي يستعيد شخصيته في بداية مشواره بدور الأبطال الإفريقي عبد المنعم يسجل أغلى أهدافه في المنستيري وكولر كسب ثقة الجماهير الجمهورية قالت الأخمر نفسه طويل لا يعرف المستحيل الأهلي هزم الاتحاد المنستيري بهدف قاتل المصر اليوم قالت أهل بلاس 90 يعود من جديد المارد الأخمر يقترب من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الاتحاد المنستيري ورأسية محمد عبد المنعم تغتال أحلام بطل تونس هي اغتالت أحلام ناس تانية كتير والله ربنا بس يكمل على خير ونعدي المطش ده أنا بما بوصل للمجموعات بهدى شوي طبعا يلا كرة هدف قاتل الأهلي يبدأ مشواره الإفريقي بالفوز على المنستيري في تونس وفي تونس بقى صحيفة الصباح نيوز ربطة الأبطال الأهل المصري يضع الاتحاد المنستيري في وضع محرج إزعت موزيك الـFM التونسية دوري أبطال إفريقيا الأهلي يفوز على المنستيري بهدف قاتل صحيفة الخليج الإماراتية الأهلي يضع قدما في دور المجموعات لأبطال أفريقيا ده المردود الصحفي اللي كان بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري عندك تعليق؟ لا يعني المكلات طبعا تعليقات إيجابية بعضها متفائل وبعضها يعني تقليدي لكن مش عايز تعرف كولر قال إيه في المؤتمر عادي نسمعه أه أول مرة كولر الناس تسمع له بعد المباراة ثم نسمعه طبعا مهم جدا أن الواحد يبقى البداية قوية وبداية كويسة الفريق اشتغل كويس جدا الأربعة السبيع اللي فاتت كانوا كل عيبة مركزة بتسمع بتحاول أنها تطبق كل اللي احنا بنطلب منهم في التمرين لكن المهم أن احنا لسه في بداية الطريق لسه قدامنا طريق طويل عايزين لسه نتحسن محتاجين فكرتنا وفلسفتنا في كورة القدم أنها تطور أكتر من كلا وتوصل للعيبة أحسن من كلا لكن طبعا كويس جدا أن الواحد يبقى يبدأ بمكسب وده بيدي ثقة أكتر في أن احنا ماشينا على الطريق الصحيح وده مهم جدا للعيبة أن هما يبقى عندهم ثقة أن هما يكملوا على نفس طريق أنا هبدأ من أول ما احنا في الطيارة هبدأ التحضير على طول هعد أتفرج على مطشات وهبدأ أجهز المطش الجاي من الطيارة طبعا احنا كسبنا بره أرضنا وده طبعا حاجة كويسة بتدينا دافع لكن مهم جدا أن احنا وإحنا على أرضنا نفضل مركزين ما نسمحش نحصل أي مفاجآت مش عايزينها ونحنا نكسب المطش على أرضنا بره أهم حاجة أن اللعيبة ما تبقى عارفة أن احنا ما كسبناش ده شوط أولاني آه بنفرح النهاردة بس ومن أول بكرة خلاص بنقفل الصفحة ونبدأ التجهيز للمباراة القادمة إن شاء الله وهنبدأ احنا على طول من أول دقيقة نحن نحضر للمباراة القادمة فمهم جدا أن احنا نبسط النهاردة بس مش أكتر من النهاردة وبكرة هيكون نحن مستعدين للمطش الجاي وأن احنا دايما نطلع أحسن ما عندنا ما فيش كلام أكتر من اللي قلناها هو نفس المعلومات اللي اسمعناها ونقلناها لسادة المشاهدين لكن هو الراجل بيقولك وأنا في الطهرة حبتدي أشتغل اللعيبة سعداء الفوز مهم لكن مش نهيت المطاق مش عايزين نضغر في نفس الوقت كواسي نحن كسبنا بره ولكن يعني هذر كده وقال من عمدس على رجلي وكان لازم ياخد انظار ده دليل الراجل ده عنده يعني عنده هدوء نفسي وعارف إمتى يهذر وإمتى يتكلم جد وإمتى نتمنى أن دي تكون الانطبعات الدائمة اللي جاية بإذن الله والمؤتمرات ما تضغطش عليه مبسوط منه؟ لا لسه مرتاح أن أنا أسمع منه واشوف تاني فيه فيه طب أنا قلت لك أيام سوارش استنى شوية لا متطلّة بقوله والله قلت لك هذا الآن قص الشخصية مهمة ما تمسك ليش الفن الله وتبصها وتعمل كده لا ما تخلش ما تخلش عليك لا أنا عايز راجل موزول يقعد يفكر الأول ويسابنا نتكلم نديله حق طيب ده الرأي الحكيم بقى ما نشوف حكيم أهلاوي آخر يقيم لنا الراجل ده الدكتور طي اسماعيل ندل أهلي كان أكثر استحوازا صحيح ودي كانت مهم جدا أنه هو بيحتفظ بالكرة ما بضعش منه لذلك طبعا كان ما بيديش فرصة للفريق الآخر أنه هو يعمل عليها جامعة أنا يعني مبسوط الندل أهلي بيأدى هذا الاتزان في أول مباراة له بعد فترة طويلة صحيح معظم اللعبة دي كانت في السرخاء وبعدين مبتدوا ياخدوا فترة أعداد لكن إننا نلعبوا شكل جماعي شكل رائع جدا نعم ما تعرضوش لأي خطورة أبدا خالص لكن تدريجيا الندل أهلي هتبقى عنده يعني شراسة في النواحة الهجومية نعم وبالذات من العمق في التزديدات مباراة 18 هو مبدأه أكسب دون النظر لحتي تنلعب كورة جمالية بس هو لعب كويس بس هو لعب كويس النظر وهي كواز كتام في معظم المباراة نعم وفيه بعض الفرص الأوليلة لكن حرم فريق المنستيري منه هو يستلم الكورة ويعمل خطورة لكن كان ندل أهلي محتاج أنه يسجل هذا الهدف يتوج الأداء اللي أداه وكبداية مهمة جدا هذا البداية للمدرب وللعبين مهمة جدا بعد فترة السرخاء اللي هي فترة أعداد ثم فترة الأعداد مبروك لناد الأهلي هذا الفوز ويقدر لناد الأهلي يبني علي حاجات كتيرة جدا شوف كم الدكتور طا لخص أسباب أي فوز وأي أداء تتمنى من أي مدرب أول حاجة أنك يكون عارف أنه أول ما تتعرضش للخطورة فالأداء المتوازن ثانية يبقى عندك رغبة وجرأة في الفوز ثالثا الاستحواز الإيجابي يعني أنت الأول استحوزت عشان تأمن نفسك بدأت تتجرأ وبعدين بدأت تهدد كان ليك فرص هما مكلمش فرص فكرة الفلسفة دي في الأداء مريح الدكتور طاها وأنا قلت لك هتريح كمؤشر أولاني مش عايزين نقعد نتعجل ونقول أن هي كده الليلة الله أكبر طبعا في كل حاجة لكن خلينا نستنى المباراة العودة عشان يبقى حكمنا أكثر دقة طب الحكم بقى من رأس الحكمة المهندس عدلي والدكتور طاها اسماعيل دون رأس الحكمة الأهلوية يا ترى نجم أصغر بقى من كده بقى وليد صلاح البيين عنده نفس الانطباع ولا لا نشوف مهم جدا المكسب ده إحنا اتفقنا كلنا قبل المباراة أن الراجل عنده جرأة هجومية وبيلعب بتشكيل هجومي مهم جدا أن النتيجة تكون في صالحه عشان يبقى مقتنع تغييراته كلها فيها جرأة هجومية من اللي نزلوا أفشا وإسام حسن ومحمد شريف يعني اتنين رؤوس حربة وواحد تحت الفراولة فكلها عندها جرأة هجومية الحمد لله أن أكرم توفيق كمل المباراة كلها وعودة بعد يعني داخل في سنة ما شاء الله الله أكبر من يناير فمبروك للنادي القالي النهاردة كلها مكاسب مهم جدا المكسب أن أنت تبقى طالع بمكسب كمان اتفقنا احنا الثلاثة على جزئية لو أنت طلعت تعادل بدون أهداف ده هيصعب عليك المباراة في القاهرة فلازم أنت هتضغط فلازم هتبقى محتاجة تحرز هدف عشان توصل لكن دلوقتي على الاتحاد المنستيري أنه هو اللي يضغط وهو اللي يفتح الملعب وهو اللي عايز يحرص فبالتالي هتبقى عندك مساحات هتقدر تشتغل منها طيب إذا كان لأستاذ إبراهيم يرى أن دكتور طاه هو رأس الحكمة فإن وليد سليمان هو قلب الحكمة وليد صلاح وليد صلاح وليد صلاح وقلب الحكمة وليد صلاح تاني مش معقول يا جماعة وليد صلاح وقلب الحكمة لا وكده مشغول بوالد سليمان شوف وراه إيه بقى كامت بن وليد أنا قراه واحد من أهم المحللين لأنه يعني بيستخدم كل خبراته وزكاءه وفكره وهو بيلعب في أنه ينظر إلى الملعب وبعدين هو اشتغل إداري كمان فالموضوع بالنسبة له للمهم مع بعض بيترجمه في كل فلما يقولك يعني أنه هو مبسوط بالجرأة الهجومية ومبسوط أنه عودت حد زي أكرم وكمان يعني كان ممكن تنتهي بالتعادل الناس تعتبرها حاجة إجابية لكن طموحك في تحقيق الفوز يعني دلوقتي أنا متفق معاه لكن عايز برضه أشوف هل اتتفق معاه كابتن محمد فضل طبعا عايز أعمل تعادلية بين الأجيال بقى يعني الشيخ طهو المهندس عادلي اتنين وليد صلاح ونشوف له محمد فضل عشان تبقى النتيجة كلوم الحكمة نشوف بقى كلوم الحكمة ورأس الحكمة نشوف الكابتن محمد فضل عوضة أكرم مهمة جدا أكرم لعيب كبير جدا للنادي الأهل المنتخب مصر عوضته مهمة جدا ندخل على النهاردة كولر جرب 14 لعيب الفرحة اللي حداك شفتها مع منهم جاب الجون والجهاز الفني وباللعيبة بنظرة حسين الشاحة وقاعد وعلي لوت في حمد فتحي أحمد عبدالي اللي خارج كل الناس بلا استسمع ده تنظيم جيد لفريق إن شاء الله ده تنظيم جدا ده تنظيم جدا ده تنظيم جدا أجمعنا إن الكور السبتة مهمة جدا نعم وقلنا محمد عبدالي مماذج وقلنا معدول وبرومه وقلنا مع المنتخب سجل بالضبط النهي القلي شكل حدي النهي قلي صفقاته جيدة النهي قلي صفقاته جيدة النهي قلي روح حلوة مش بالكمة ولكن بالكيش مش بالكمة طبعا هي هو أهم حاجة دور اللعيب ومكانة اللعيب وشخصية اللعيب وهو سيستم بعد سوري بعد هدف الأولاني ده كافية جدا إن أنا بعارف جوه قدت اللبس الموضوع ماشي إزاي طي هو الراجل ريحنا خالص يعني هو هو لخص أسباب الفوز قالك شكله حلو ويطمن صفقاته حلوة عجبه والناس اللي شافها الجديدة قالك مش بكتر صفقاته قالك العبرة بمكانة اللعب وشخصيته والسيستم اللي توظفت به اللعيبة ولكن أهم ما طمأنه إن الفريق كله كان في حالة معنوية عالية كله مترابط والروح الجمعية ظهرت في لقطة السعادة بالهدف دي نقطة مهمة جدا فيما بين الأجيال الأهلوية اللي بيطمنوا حضراتكم على مستقبل الفريق يبقى فقط المزيد من الدعم المزيد من السقة عشان كلكم تفرحوا بالأهل وللأهل إن شاء الله نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف إذا كانت هذه انطباعات الأهلوية فماذا عن انطباعات التونسية بعض الفاصل وبجد ما تخافش على الآلي بعد اللي احنا سمعناه في الجزء اللي فات لأنه رأس الحكمة الأهلوية المهندس عادلي والدكتور طه اسماعيل عندهم هذا القدر من التفاؤل المحسوب والحذر بحكمة وقلب الحكمة الأهلوية وروح الأهلوية في الأجيال بعد كده كابتن وليد صلاح والكابتن محمد فضل ومعاهم الكابتن أحمد شوبير كابتنهم وهم الاتنين عندهم هذا الانطباع الإيجابي جدا أنه أهم حاجة ظهرت في الفريق الروح العالية وعلى هذه الروح يمكن البناء كتير من كل الأطراف لكن العناصر الجديدة اللي ظهرت في الفريق سافيو البرازيلي وشاد حسين يمكن دي أكتر حاجة تهم الناس رأي الدكتور طه اسماعيل بقى وفضل ووليد في الاتنين الجودات تحديدة نشوف في كلمة برونو سافيو لعب كبير لعب كبير وحريف قوي شادي جاي وما يزعلس بس هجيب أهداف نفس سؤال برونو سافيو برونو سافيو أداء رائع ووضح أنه مختلف تماما شادي حسين صفقة كبيرة للنادي الآلي إن شاء الله بإذن الله هيكون مؤثر السنة كابتن طه برونو سافيو برونو سافيو كان حتى بقول شابهته بفيرمينيو لعب كرة أولا بيلاعب زميله نعم هو بيلاعب كويس نعم بيلاعب زميله كمان وبعدين شادي أجريسيف داخل الثمنتاشر ومهم جدا سعران جابش الجوال نهاردة لكن بروميسين هيجيب الجوال بعدك طيب بعيدا عن إعلام الموز أرى فيها قدر من الإعجاب بالصفقات الجديدة وخصوصا سافيو اللي التلت يعني التلت كباتن الكبار اللي في اللي يعني شافوا فيه حاجة ها ما شافهاش آخرون فبرضو كل ده حنقابله بتفاؤل حذر طيب الأشقاء في تونس شافوا هذا التفوق أو الظهور الجديد للأهلي وفوزوا على الاتحاد المنستيري واللي عزز به النادي الأهلي عقدته للكرة التونسية لأنديتها في تونس لأنه الترجي الصفاقسي وادة اتحاد المنستيري وضيف إليهم كل هذه الأندية سبق أن تغلب عليها الأهلي في تونس ودي الأفضلية اللي الأهلي بيعملها للكرة المصرية في الدربيات العربية القناة الوطنية التونسية نقلت هذه المباراة محللها الكابتن صالح المزالي يتحدث فيها عن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري حقيقة لهيب معقد أكثر أمام منافس كنا نعتقد أنه ما زال يعيش في أزمة أزمة نهاية الموسم الفارس القينية الحقيقة حاضر بالنسبة للفريقي يخوذ أول لقاء رسمي ليه كيفيهيب كيفيه نجم المستيري يدخل لقاء ذلك شوفه ما نجموش نحكيه على أزمة فلالي المصري الأهلي المصري معناتها إنكيف بيانستركتري إدارة قوية مجلسي ميزانية رهيبة معناتها متع فريق الأهلي تشوف معناتها فريق فيه 13 لعب ديز انترناسيونو معناتها يلعبوا في المنتخبات سواء في المنتخب المصري ولا المنتخبات الأخرى أهلي فريق عنده خبرة أكثر فريق تيتري معناتها في إفريقيا عنده ملاعبية ممتازين دونك ما نحكيوش على أزمة دونك الهناء الهي المصري عرف يستحفظ بالكورة سيركوليشوند لابال نوع في اللعب متاعه جرى الملاعبية متع الاتحاد المستيري وشوفته في آخر المباراة معناتها بدنيا خلونا نقبلوا هدف دونك الهناء الملاعبية ما عنده ما يخجلوا الهزيمة هدف لسفر ما يشدد نامبورت كالفريق ضد الهي المصري فريق ممتاز وفريق طيب ايه أجمل من كده تسمع النادي الأهلي في عيون خبراء ومحللين توانسة ما تقوليش على أزمة في النادي الأهلي أقوى الأندير الإفريقية فريق كبير ما تحكي ليش إدارة قوية يعني تتجاوز الأزمات بسرعة الحقيقة ووصل إلى أنه يقول المنستيري لا يجب أن يخجل ليس لديه ما يخجل منه في الخسارة من فريق كبير بهذا الحاجة ده صالح المزالي فاخر الدين قليبي رأيه إيه نشوفه باي خلينا نقوله أسعى فنيا الأهلي المصري أعلم الاتحاد المنستيري وهذا واضح وكنا عارفينه قبل ما تبدأ المقابلة واضح أنا هنا بش اللوم ممكن المدرب الاتحاد المنستيري باي سولي بلومونتال واضح أنه فما ضغط كبير على اللاعبين اللاعبين اللي هنا تشوف حتى في كونسيرباسيون بشي لعب البايس اللعب البايس غالطة وحده مغير حتى ضغط لتحدي الاتحاد المنستيري الأهلي المصري يهجم فيك مع الأهلي المصري اللي نعرف الأهلي المصري لعب عديد مقابلات في تونس وكل مقابلات يجي لتونس لهنا ويلعب الهجوم وهذا ونعرفوه المصري ما هو جديد علينا ضغط بالشخصية متاعه وبالقيمة الفنية متاع اللاعبين متاعه يمشي يفرض لعبه على أي فريق حسينا في رضيات المقابلة أنه مدرب الاتحاد الرياض المنستيري لو جنالي تيجي صفر صفر ولهنا بالمستوى بصراحة بالمستوى الهجوم اللي شفناه اليوم ما يخلينيش نتفائل هجوميا نحن نجم نسجله في القهرة بصراحة قدم الأهلي أنه لعب بشخصيته اللي بيفرضها على المنافس حتى خارج ملعبه وهو مشاهده في العديد من اللقاءات اللي أشار إليها الأستاذ إبريم النيسي في تجاربه السابقة في ملاعب الأندية الكبرى في تونس أنه بيلعب بشخصيته برغبته الهجومية بتحقيق روح الانتصار ولا أجمل من هذه الانتباعات التي يقدمها النادي الأهلي ولا عزاءه للمتربصين ولا إعلام الموز ما خلاص بقى إبريم ويبقى الأهلي ما بقي جمهوره دايما حماه دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله سبع الله خير